رحلة الميلاد نصل إلى بيت صحور إلى حقل الرعاة هذه المنطقة اللي حدثت فيها قصة الحب بين رعوث المؤبية وبوعز من نفس هذه المنطقة وطبعاً رعوث سجلت في سجل سلسلة نسب المسيح من بيت لحم كان ألي مالك اللي كان متزوج نعمي راحت للأردن وطبعاً رجعت فارغة وكانوا طبعاً في هذه المنطقة تسمى حقول بوعز ورعوث هذه المنطقة كان بيكثر فيها رعاة الغنم والأغنام حتى الشعب في هذه المنطقة بيسموا المنطقة صير الغنم لأنه فيه كان كتير من الأماكن اللي بيحافظوا على الأغنام في هذه المنطقة بيت صحور أو حقل الرعاة طبعاً شرف الرب هذه البلدة بافتقاد خاص وزيارة خاصة ليس لعلية القوم لكن لرعاء متبدين يحرسون حراسات الليلة على رعيتهم أرسل ملاك وظهر لهم بمجد عظيم فخافوا خوفاً عظيماً فقال لهم لا تخافوا هأنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب مدينة داود اللي هي طبعاً مدينة بيت لحم أفراطة المنطقة أو مدينة يهودة أو مدينة الملك داود مدينة الميلاد الرب شرف هؤلاء الرعاء البسطاء تخيل معي هيرودوس الملك يحاول أن يتخلص وأن يقتل الطفل يسوع والفرسيين والكتبة غير مبالين أن يفحصوا بالتطقيق وأن يأتوا إلى بيت لحم لكي يتأكدوا من هوية الطفل المولود لكن الرب شرف زيارات خاصة للمجوث اللي جاءوا من مسافة بعيدة من الأمم والرعاء اللي كانوا يعتبروا فقراء المجتمع في تلك الأيام وينظر إليهم نظرة دونية نظرة محتقرة لكن المسيح تواضع وجاء واتخذ جسد لكي يتعامل مع كل الناس بتساوي فالرب ظهر للرعاء وبشرهم بهذه البشارة والأخبار الحلوة